أنا يعني كنت وعدكم وكنت مبسوط بذلك جداً هي الحالة العامة اللي بنعيشها في أي مونديال بشارك في نادي الأهل بتنقلنا واتطلعنا من الدائرة المغلقة اللي احنا عايشين بيها أو فيها هنا في مصر وبتاخدنا الحتة تانية مع الكبار دايماً منافسات على مستوى تاني لغة على مستوى تاني لكن في جميع الأحوال في حدث يحتاج مننا نحن نقف معاه ونعلق عليه القاعدة بتقول لو ما خانتيش الزاكرة يعني أنه لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه هل وده السؤال الحقيقي الرئيسي هل البقان اللي صادر عن اتحاد الكرة هو رد الفعل الأمثل والأنسل لمواجهة كل الأزمات والمنعطفات اللي مر بيها الاتحاد سواء بداية طبعاً من كارلوس كيروش أو مع مارك لوتنبرج أو مع الإساءات والإهانات المتعمدة والواضحة وضوح الشمس والمباشرة اللي نالت من كل القائمين على منظومة الكرة المصرية بداية من مجلس الدولات تحد الكرة مروراً بربطة الأندية وصولاً للجنة الانضباط هل من الممكن التعامل مع الأزمات الكبيرة دي واللي بعدها أو أغلبها للأسف شديد كان فيه ردود فعل عالمية أنا متأكد أنها هتأثر بشكل كبير جداً على صورة الكرة المصرية هبدأ بدا وبعد كده هحلي بمونديال الأندية وكاس العالم الأندية مع ضيفي النهاردة دكتور محمد جمال نقد رياضي اللي بشرفني في السادسة دكتور محمد مسأخير وآخر مسأخير نوعر الدنيا دايما نسعد بيك كالعادة وخليني أبدأ معك من بيانة تحد الكرة النهاردة بداية قبل ما أدخل في تفاصيل بيان والنقاط اللي ذكرت في البيان يعني عايز أتكلم معك على التوقيت توقيت صدور البيان وخصوصاً لأنه الأزمات دي بعضها يمكن متكرر بعضها يمكن بقاله فترات طويلة جداً ليه غياب اتحاد الكرة أو المسؤولين في اتحاد الكرة عن المشهد وليه تأخر قوي التعليق وتوضيح الأمور على علاقة دي خليوني طرح وجهة نظر اتحاد الكرة في الأزمات دي لغاية دلوقتي طيب هبدأ من كلمة مهمة قلتها في بداية السؤال تكرار هم نتكلم على موقف مكرر رضوط فعل ضعيفة ليست على حجم الفعل للمرة الكتير جداً بنشوف بيانات شوف تصريحات وأحيان كتير جداً بنشوف سكوت طيب ده محل من اتنين ما لهم شتالت إما أن هذا البيان ينفذ وهو بداية لتصعيد الأمور اللي وضعها الطبيعي وأخذ ردة الفعل الطبيعية ده ده باثوي ما حصلش قبل كده إما أنه يكون البيان بعنوان إحنا بخصمينك ما تتكلمش معنا بمنتهى البساطة لأنه دي مش المرة الأولى إحنا بخصمينك ما تتكلمش معنا وفي ناس تانية هي اللي هتيجي تحاسبك اللي هو في الآخر انت بتتحسبش في كل الأحوال يعني فردة الفعل ردة الفعل مش بالكلام ردة الفعل يكون بالفعل فأنت في النهاية كل اللي قيل وسرد خلال البيان إحنا بنتكلم هل سيتم تنفيذه هل في عقاب هل في حساب هل صورة مصر اللي هي أهم من كل الكلام ده صورة مصر اللي نقلت بدل ما احنا بنتكلم عن نادي الأهلي والصورة اللي بنقلها النادي الأهلي عن نصر والحفاوة اللي بيقابل بها النادي الأهلي في مونديال الأندية الحفاوة واسم النادي الأهلي حتى في الجزائر بعد حسم صفقة أحمد الكندوسي والكلام اللي بيقال عن النادي الأهلي كفاية إنه نهاردة كل الإعلام الجزائري بينتقد ويشجب كل ما حدث أمس من تصريحات في موضوع بعيد خالص لأن القصة التجاوز مش في مجال واحد ولا مع شخص واحد انت بتوسط ديب بانتقاد التحاد الجزائري أول الإعلام الجزائري النهاردة تباين رهيب ما بين حاجتين الحاجة الأولانية هي الاستغراب الكبير جدا 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 والغضب الكبير في كل الإعلام الجزائري والأوساط الجزائرية الكروية منها تحديدا على تصريحات رئيس أحد الأندية أمس لما تكلم واتهامات لرئيس نادي وفاستير وخليني أقولك في منتال بمنتال بساطة العنوان واضح وصريح جدا العنوان واضح وصريح التجاوز طال الجميع طيب ودي صورة مصر في النهاية وده هدفي يعني في النهاية احنا نتعامل معها بشكل مختلف تماما عن الأزمات القائمة محليا على أقل تأدير وخليني أتكلم في التفاصيل ده مع دكتور محمد جمال بس بعد فاصل ونرجع لحضراتكم طيب قبل الفاصل كنت أتكلم مع دكتور محمد جمال على قصة البيانة اللي طلع من اتحاد الكرة واللي تكلموا فيه في عدد من النقاط يعني على كل الأزمات أو معظم الأزمات اللي أثيرت مؤخرا سواء كانت مرتبطة بعناصر أجنبية كانت لها دور في الاتحاد زي كارلس كيروش أو مارك لاتنبرج اللي كان مسؤول عن تطوير التحكيم في مصر أو أزمات لها علاقة بيننا احنا جوه وكيفت يعني فكرة انك انت تعملت عملية ضبط وهربت لحالة السيولة وحالة الإسفاف اللي بقت تقريبا بتحصل بشكل يومي والاتهمات والإساءات والبذاءات اللي بقت بتطول كل الناس المرتبطين بمنظومة كرة القدم والهجوم المستمر جهارا نهارا على المسؤولين في تحدي الكرة مجلس الإدارة، رئيس الاتحاد، ربطة الأندية، لاجنة الانضباط اتهمات الحقيقة وإساءات ما ما ثابتش حد هل رد الفعل ده يتناسب مع الآزمات وهل ده ممكن يكون ريأكشن أو رد فعل حقيقي نافي قاطع ينهي حالة عدم الانضباط اللي بقت هي الطبيعي وهي السائدة في كرة القدم المصري ده كان كلامي مع دكتور محمد جمال وخلينا نقسم القصة لجزئين قصة مرتبطة بالأزمات الخارجية وردود الأفعال والتصريحات وسائل العلامة الأجنبية اللي رصدت طبعا تصريحات كارلوس كيروش بعد خنقته مع تحدي الكرة مارك لاتنبرج وخروجه من المشهد بشكل مريب وهل شايف أنه فكرة أنه زي ما قال بيانة تحدي الكرة أنه فكرة حل المشكلات المالية أو المستحقات المالية لكيروش أو لكلاتنبرج هي حل ونهاية للأزمة وحتى الأزمات الخارجية دي الزحمة بنقسمها الحاجتين حاجة هي مرتبطة ببعض الشؤون الإدارية بعض تفاصيل التعاقد بعض الأمور المالية فيما يخص كلاتنبرج أو حتى كيروش في جزء ده جزء من الموضوع الجزء الثاني هو جزء متعلق بالسمعة فيما يخص الإساءات ما يتكلم على مشكلة مالية كل الاتحادات كل الاتحادات بتعاني المشكلة مالية بعض المشاكل الإدارية عندنا بنحاول أنها تتحل لكن في النهاية عندنا عوار إداري ووضع بس كلاتنبرج ما تخلى عن مسؤولياته بسبب الأمور المادية دكتور محمد عشان كده ده جزء الثاني بقى جزء الإساءات وجزء أن الإساءات وهذا التراشق وهذا التجاوز أصبح بشكل يومي متكرر في كل الاتجاهات دون حسيب أو رقيب هي دي الأزمة الكبرى اللي في الآخر سباك بعمل اللي بيحصل داخلية اتنقلت بره عن صمعة الرياضة المصرية وصمعة الكرة المصرية ده الأخطر ده الأخطر المشاكل الإدارية طول عمرها عندنا مشاكل الإدارية وده مش معناه أن احنا قابلين بيها المشاكل المالية طول عمرها عندنا مشاكل مالية وده مش معناه أن احنا قابلين بيها لكن هذا التجاوز وليست المرة الأولى الناس بس احنا بننسى في بعض التجاوزات اللي صداها كان خارجي لما نتكلمنا على ماكلش لما نتكلم على فريرة في فترته الأولى لما نتكلمنا على كارتيرون لما نتكلمنا على جاميب باشيكو في فترته مش نتكلم على حاجة بتحصل لأول مرة او لأن احنا مصدومين ان ده بيحصل ده شيء مكرر بقاله سنوات 6-7 سنين من التجاوز المستمر 20 سنة من التجاوز لكن بشكل مستمر بقالنا 6-7 سنين في النهاية هل هناك حساب ده السؤال الأهم لأنه طول طول ما أنت مآمن أن ما فيش عقاب هتسيق هتفضل تسيق ففي النهاية القبل كده كنا بنتكلم على التجاوز في حق المنظومة التجاوز في حق المنظومة الكروية التجاوز في حق النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي التجاوز في حق كل المنافسين وصل الأمر إلى التجاوز في حق عندها أخرى زي الاتحاد السكندري واسموحة واسموحة في أحيان كتير كل ده في النهاية وفاق السطيف ونهاردة بنتكلم بقى على أزمة خارجية كمان كلنا بنتكلم على حاجات داخلية بينما نتكلم كمان على وفاق السطيف بنتكلم على التجاوز اللي فيه إسئات وتلميحات غير طبيعية أنها تحصل في الرياضة خارجية فيما يخص ماركا كلاتنبرج ففي النهاية أنت بتتكلم على أن الأمور زادت وخرجت عن الحد طيب هو فيه قاعدة بسيطة كده بتقول من آمن العقاب أسهل أدب أسهل أدب طبع هل شايف أنه فيه بوادر أن يكون فيه عقوبات أو للمنهج اللي بقى طبيعي جدا وروتيني جدا ومنطقي جدا وتقليدي جدا وشغالين بيا عشان عليه للنهار من وقع البيان ده ولا البيان ده مجرد حبر على ورقه خلاص ما هو ده ما هو ده هو ده ده مالوش إجابة إلا منهم الكلام ما حصل قبل كده أنه فيه بعض التصريحات أو بيانات خاصة بأنه هيبقى فيه عقاب وفيه مسألة وأنه هيبقى فيه وهيبقى فيه وأنه الكلام ده علشان إحنا نصدقه بقى ونصدق إنه حقيقة ونصدق إنه هناك نية نية للعقاب لازم فيه خطوات على الأرض يظل الكلام ده مجرد حبرة على الورق ما لم يكن هناك إجراءات يجب اتخاذ إيه اللي متوقع أو إيه اللي أنت بتنتظره كترجمة فعلية للكلام اللي احنا شفنا النهاردة في الباية خلينا أقول لك كان فيه تصريح سابق لأحد عضاء لجمة الانضباط قال لك إحنا هنعمل إيه بقى رئيس نادي تجوز هنعمل له إيه يعني الكارثة إنه لقيحة لجمة الانضباط نفسها فيها تلات فقرات بتتكلم عن إسئات المسئولين لو مسئول أساء نعمل معاه غرامة مالية وإيقاف وعدم تعامل وعدم ذكر اسمه وهلوم مجر تتكلم على فيه الراجل طالب يقول لك نعمل له إيه وعنده لائحة بتاعته هو مش لائحة بتاعته تخدص حد تاني لائحة بتاعته هو حاجة من اتنين إما أنه هو بيتعمد أنه يقول أنه ما فيش عقوبات بهذه التصريحات أو أنه لم يقرأها طيب واحد خليني أخد الطرف الأجنبي للأسف محدش بين الوجهة نظر أنا عندي كتير من المعلومات والراجل الحقيقة كمان قال ده نصا وضوح يعني وبمنتهى الصراحة أنه عنده تسجيلات وقال أنه ممكن يلجأ لهذه التسجيلات لفتح المسكوت عنه في ما يتعلق بأسمته مع اتحاد الكرة المصري ولكن هل بتشوف أنه النزي ممكن تلجأ لجهات خارجية يعني تلجأ لمحكمة رياضية تلجأ لفيفا وهل من الممكن يكون فيه إجراءات تتخذ من أي أن كانت الجهة الأجنبية أنا مش بكلم هنا على مستوى الكرة في مصر أو رابطة أندية أو اتحاد كرة أو لجنة انضباط أنا بكلم على مستويات خارجية يعني جهات تانية ممكن تتدخل ويكون فيه تأثير ما أو عقوبات ما يتم فرضها على شخص أو جهة أو كان هنا هنرجع للسبب الأساسي الرحيل للراجل السبب الأساسي الرحيل للراجل هو الإساءات والتجاوز في حقه وعدم حمايته من قبل اتحاد الكرة في سبب تاني فرعي وهو السبب المالي أو المخالصات المالية التي لم تتم بين اتحاد الكرة بن سيابية ما بينهم وبين كلاتنبرج لو الأمور السبب الفرع يتحلت قد قد تخمد الموضوع إن الموضوع يهدى شوية لكن ده لو ما تحلش أنا بقولك وده على مسؤوليتي إن كلاتنبرج مش هيتطرق بقى للقصة المالية خالص وهيروح للتسجيلات اللي تكلم عليها تصريحاته لزي صان لما تكلم إنه قال إنه أنا رحت اتحاد الكرة وقالت له إنه أنا بتعرض لإساءات وكان رد الفعل سلبي تماما تحت عنوان ما بينقصين كده مش هنعرف نعمل حاجة مش هنعرف نعمل لك حاجة اتنين إنه قبلغ سفارته في مصر إنه بتعرض لديك والسفارة قبلغته بالرحيل فور خلي بالك ده ليه بعد بعد مهم جدا 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 فيما يتعلق بسمعة الرياضة المصرية لما الراجل ما يلاقيش أي حد أي حد يساعده يلجأ له غير غير السفار المصري دي أزمة كبيرة جدا جدا بتقولك إنه فيه مشكلة في السيستم المشكلة مش في الأزمة دي بس فيه مشكلة في السيستم الإداري فيما يخص اتحاد الكرة مصر أنا على مستوى شخصي أتمنى إنه الراجل يتكل وأتمنى إنه الراجل يقول كل الحقيقة المسكوطة عنها لأنه الأمور مش مرتبطة بفكرة مادة فقط لغير لو كانت أمور مادية ومستحقات كانت القصة خلصت بمنتهى السهول لكن القصة مرتبطة بقى يعني مش عايزة أقول يعني لفظ ممكن يبان تليه لكن في النهاية المسكوط عنه كتير مرتبط بكيفية إدارة لجنة الحكام داخل مصر التدخلات والتعيينات اللي فرضت على الراجل القرارات اللي هو خدها واتنفذ عكسها القصة المرتبطة بمنوت التعاقد واللي من الواضح تماماً إنه ما فيهش شفافية أو وضوح سواء من المعلن من جانب اتحاد الكرة إنه تم الاتفاق على بنوت معانا وهذا الأمر ليس بصحيح على الإطلاق وإنه ما تم الاتفاق مع كتيرتنبرج عليه أمر مخالف تماماً لما تم الإعلان عنه وبالتالي أنا أتمنى كتيرتنبرج يتكلم يمكن ده يكون فيه يعني يعني انحياز لطرف على حساب طرف آخر لكن للأسف شديد جداً الطرف المصري أو تحاد الكرة المصري ما تدناش من الشفافية والوضوح اللي خلينا نقف أو ننحياز لموقفه الجزء الثاني الخاص بالأزمات الداخلية دكتور محمد ودي الحقيقة زي ما أنت قلت طالت كل الناس يعني بلا استثناء يعني الأهل يمكن عانى منها على مستوى مسئولي وعلى مستوى اسم النادي الأهلي لفترات طويلة جداً لكن يبدو من الواضح كمان أنه مبقاش بس النادي الأهلي اللي في مواجهة السيل الهائل من من يعني الخروقات أو الخروج على نص شفنا في وقت من الأوقات مجلس إدارة تحاد الكرة نفسه تعرض الوابل من الإهانات والشتائم والاعتداءات شفنا ربطة الأندية في وقت من الأوقات ومؤخراً لجنة التباط شفنا أندية مصرية تانية بغير النادي الأهلي ومع ذلك ما حدش اتحرك ولا حد قال ممكن إيه ممكن يعني ممكن يكون إيه السبيل أو الوسيلة لإيقاف الحالة العامة دي بقت حالة عامة يا دكتور محمد لأي الأزمة الأكبر من كده أنه بعض الناس وبعض الجهات وبعض المسؤولين ممن تطلم هذه الشتائم وهذا الخروج على النص في أكثر من مناسبة الأمر وصل لحالة من الإحباط حتى اللي عايز ياخد أكشن حتى اللي عايز يتصرف وصل لحالة من الإحباط أن هذا الرجل لن يعاقب السؤال ليه؟ يعني أنا بسأل ليه؟ هل ما فيش أدوات تقدر تعاقب بيها؟ يعني على سبيل المثال إحنا مثلاً ما فيش من أيام وليلة جداً شوفنا اليوفانتوس مثلاً تتكلم على واحد هو أكبر نادي إيطالي وأهم من نادي على مستوى الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة بيتم محاقبته بمنتلع الحياة وليست الواقع الأولى على فكرة وبيتم محاسبة مسؤولين فيه وفي بعض الأوقات كتير جداً وبالذات في الكرة الإيطالية ومع أندية جديدة جداً بيتم حالة الموضوع للجنيات والنيابة العامة وإلى آخره هل إحنا ما عندناش من الأدوات اللي تخلينا نحاسب على مستوى المسؤولين؟ أشمال بقاش بنقول كلام كبير الأدوات فيه القانون فيه اللي وقع فيه الآليات فيها مشكلة التنفيذ في مشكلة الرجل هذا الرجل خوفاً ولا عدم رغبة عدم رغبة خوفاً هو إيه أكتر من أنه حد يتعرض لا أهانة وما يردش دكتور محمد لا هو مش خوفاً هو عدم رغبة لأنه مشحصل لحاجة مشحصل لحاجة في النهاية الرجل ده في وقته من الأدوات قريباً اتعرض بالقانون بالقانون لحكم عن طريق قضاءنا اللي بنحترم وبنجل هل هذا القرار نوفز سؤال هل هذا القرار نوفز اه او لا بس ايه الاجابة في دي لان كل واحد يقولك اذا كان النادي الاهلي والنادي الاهلي اللي عن طريق القانون خد واحد على عشرة من حقه لم ينفز انا بقى كنادي صغير او مسؤول صغير هعمل ايه هل تتوقع عدول لجنة الانضباط عن قرارها بعدم استكمال مهامها في ضغوط لتمارس عليهم ومحاولات لإقناعهم بانهم يعودوا تاني لممارسة عملهم خاصة بشكل البيان اللي خرج على صعيد انه بيان على صعيد انه كلام فهو يكاد يكون مرضي بالنسبة لهم ان الرجل ده هيحسب والرجل ده هيعاقب وانه هيحصل فالصيغة والبيان والنقصقت بها دي الطريقة بيقول الامور هتبقى كويسة ككلام دي المحاولات الإقناع بالطريقة دي فالبيان هو من ضمن المحاولات اللي بعملها اتحاد الكرة لمحاولة اثناء اللجنة عن استقالتها حالة الملف بكامل في حالة قبول لجنة الانضباط العودة مرة تانية ومارسة مهام عملها هل تتوقع انه حالة الملف ده لجنة الانضباط قد مع التأكيد على انه البيان بيقول مع احتفاظها بكامل حقوقها وصلاحياتها وقراراتها هل تتوقع انه لجنة الانضباط يكون تتخذ اجراءات فيما يتعلق بالملف ده كافية لتحيي الردع وكافية للعقابل الانسب لكم الكبير جدا لجنة الانضباط حتى لو خاد الكرارات لازم تعتمد من اتحاد الكرة فالاتحاد الكرة حتى لو لجنة الانضباط طالها قرارات قوية هيقدر ينفس رقم واحد رقم اتنين هناك كلام عن اعادة تشكيل لجنة القيام والاخلاق زي الاتحاد الدولي هي اللجنة المنوب بيها ان اي تجاوزات اخلاقية او تجاوزات تمس القيم بيتم نظرها في هذه اللجنة هل اللجنة دي بقى اللي هي تقدر تغلز من عقوبة لجنة الانضباط في الحالة اللي احنا موجود فيها دي هل هيعد تشكيلها فعلا وهل الناس اللي هيبوا موجودين فيها هل هيقدروا فعلا يطلعوا بالقرارات طيب طلعنا بقرارات وفي قرارات قوية جدا هل ستنفذ هرجع كل مرة وفي كل اجابة سؤال هقولك المشكلة في التنفيذ وقاليات التنفيذ هتبقى مشكلة لحد ما التنفيذ يحصل الكلام متكلف ويطلع عقوبات ويطلع شجل ويطلع تنديد ويطلع خطاب ناري وبيان ناري ضد هذه التجاوزات والاسئال في النهاية التنفيذ فين مهم جدا لازم نعرف التنفيذ فين المجلس الاعلى الاعلام اللي تم مخبطه فيما يتعلق بزي ما قال بقاني يعني مخالفات قناة الزمالك المنتظر فيه لانه اعتقد انه جزء ايضا من المشكلة هو ضبط الاداء الاعلامي للمنظومة كلها يعني انا شو باس بتكلم على قناة الزمالك وانا هنا دايما ببقى يعني فيه بما ان احنا على شاشة الاهلي والزمالك هو المنفس التقليدي فيه نوعا ما حسنية لكن انا بكلم على بيان صدر الانتحاد الكرة متعلق بالمجلس الاعلى الاعلام والدور المفترض او المنوط بي ان يقوم بيه مجلس الاعلى الاعلام فيما يتعلق باي خروج عن النص طيب هل هذه المرأة ولا تحايل شكاوى لاحد القنوات الى المجلس الاعلى الاعلام الاجابة لأ هل ما اتخذ من قرارات في المرات السابقة كان كافي كان كافي لردع هذه التجاوزات الاجابة لأ طب ايه المنتظر الجديد يعني تقصر ايه المنتظر يعني ماذا سوف يقدم المجلس الاعلى الاعلام ضد هذه التجاوزات طيب هل هذه التجاوزات حدثت بغتا فجأة امس او اول امس او منذ اسبوع هم 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 لا والسؤال الحقيقة هل هل مجلس اعلى الاعلام في انتظاره وروض شكوى ليه من اتحاد الكرة عشان يتحرك للتعامل مع اي مشكلة او اي خروجة على النص على اي شاشة وعلى اي قناة ده سؤال برضو تاني الحقيقة مليون في المية مليون في المية دور المجلس الاعلام الملوط به ان هو بيعمل عملية الرقابة والمحاسبة لأي تجاوز على اي قناة ومن اي شخص ده دوره الاساسي مش دور فرعي ولا دور هميشي ده دوره الاساسي كانت منتظر شكوى كابل كده تم اقافه لأيام وتم كسر الاقافه بعد الرجع تاني فانا شايف انه مرة واحدة بس اللي اتعمل العقوبة والعقوبة كانت ايه؟ عدم الظهور في الاعلام لمدة ما وبنرجع تاني بترجع لعداتها القديمة طب كسبنا ايه بس؟ يظل البيان ده مجرد حبر على الورق ومعتقدش انه هيمثل او هيترك اي اثر ما لم يكن هناك اجراءات على ارض الواقع تقدر تحقق اهداف البيان اللي ذكرت سواء فيما يتعلق بازمتنا الخارجية مع كارلوس كيروش ومارك لاتبيرج او فيما يتعلق بضبط الحالة العامة ضبط المستوى ضبط الرقابة فيما يتعلق بالوسط الرياضي في مصر بشكل كبير وخد بالك طول ما الموضوع متساب ده بيشجع الناس اكتر واكتر لانه مفيش حد بيحاسب ومفيش حد بيعاقب وده بقى سؤال عند الشارع الرياضي كله اهلاوي الناس كلها بتسأل ليه الناس دي متسابة وليه الموضوع ده مفهوش لا حسيب ولا رقيب عايزة انا معرفة لبطولة كسر العالم الاندية وده الملف الاهلاوية طبعا كلهم لحقيقة مركزين بس قبل ما تنقل الكسر العالم الاندية يعني رسالة اخيرة في الملف ده او في القصة دي انه رسالة اخيرة بتوجهها لمين الاول لكل من هو مسؤول عن الشارع المصري هذا الرجل هذا الى النهار الى النهار اسأل للمجتمع المصري كله طبعا من الجانب بما فيهم جمهور نادي الزمالك بما فيهم لا قناة النادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك بما هي مع التجاوز طبعا بما فيه جمهور فليه فالامة الانتظار احنا مستنين الراجل ده لازم يحاسب اي شكل من الاشكال لان من الامور يكونش بس كلام في الهوى يعني المهم يكون في ارادة حقيقية تترجم بخطوات على ارض الواقع الوضع احد الناس مش عايز يا غير انه يتم وضع احد لكل الاشكال الاشكال الخروجة عن النص اللي بقت جزء من واقع حياتنا وبقت جزء من السوشال ميديا وبقت جزء من كلام المصريين كل يوم هو في ايه الناس بتسأل بس كده اروح معاك للبطولة قبل البطولة بس النهاردة انتعرف الاهلي فيه اربع فرق جاية ورافل في بطولة الدوري بتتنافس على صحيح يعني مش اقول بتتنافس لكنها قريبة من المنافسة فيوتشر تاني بيرامدس تالت مقاولين رابع والزمالك خامس صحيح ولو اربع فرق دول في الصورة واخد بالك طبعا احنا برضو باننا بنتكلم على الاربع الاقوائل النهاردة لانه هما اللي بيمثلوا مصر في المصابقات الافريقية سواء دوري ابطالة او كونفيدرالية النهاردة فيه مباراة مهمة جدا هتجمع بين فيوتشر والزمالك زمالك بشكله جديد تحت قيادة اسامة نبيه شايف انه الترتيب ممكن يضاير وتوقعاتك نتيجة المباراة طيب انا يعني استاذانك هطلع من نص دقيقة في نفس السياق قصة الترتيب وقصة المشاركات الافريقية لانه ما سرد وثيق في الاعلام خلال اليومين الماضيين هو خارج اللوائح وعاري تماما عن الصحة فيما يخصه مشاركة النادي الاهلي في عدم حقية النادي الاهلي في مشاركته دولي الابطال مليون في المائة لا يوجد لوائحية ما يمنع النادي الاهلي من المشاركة في البطلتين رقم اتنين تتكلم على السوبرليج وعلى دوري الابطال الافريقي انك بتقرر من رأسك دون لوائح بتصريحات رسمية لاحد عضاء اتحاد الكرة وفي نفس الوقت موجود في الربطة انه لا حق للنادي الاهلي المشاركة في بطلتين في نفس التوقيت هذا هو اللي تقالي ان الاهلي هيحرم او هيمنع من المشاركة في بطول الدوري الابطال سيزن اللي جاي طبعا فيه للي مايعرفش احنا يمكن تكلمنا عن موضوع ده قبل كده انه فيه مسابقة السوبرليج هتبدأ في اغسطس هتجمع نسخة الاولى منها تمن فرع على مستوى قرارات افريقيا وبالتالي تقال وطبعا هي البطولة الاجبر على مستوى التنظيم وعلى مستوى الجوائز وعلى مستوى الاهتمام اتحاد الافريقي هتبقى رقم واحد بالنسبة للكاف فبالتالي لما تقال انه الاهلي والاهلي الوفاني المصري الوحيد اللي تم اختياره المشاركة في البطولة دي بما انه يشارك فيها فبالتالي تقال انه هيمنع او هيحرم او هيتحرم من حقه منه يشارك في دوري ابطال افريق يبقى السؤال الاهم لوائحيا هل من حق النادي الاهلي المشاركة في البطولتين نعم ولا يوجد ما يمنع مشاركة النادي الاهلي في البطولتين اتنين ما يسيق وقيل ان عدد مباريات عدد مباريات السوبرليج 14 و16 مباراة هذا غير صحيح لم تعلن الرزنامة او الاجندة الخاصة بالبطولة حتى هذه اللحظة وما نمع لها علمنا من كواليس اجتماعاتهم فيما يخص لجنة المسابقات في الاتحاد الافريق واللجنة المنظمة للسوبرليج ان عدد المباراة تتراوح من 6 الى 8 مباريات مش 14 ولا 16 مباراة ثلاثة انه الاتحاد الافريق هيحط بطلت السوبرليج في مواعيد بعيد تماما عن مواعيد دوري ابطال افريقيا عشان الحقوق التسويقية ومواعيد الكونفدرالية فما هو التعارض لا يوجد تعارض لائحي لا يوجد تعارض في المواعيد من حق النادي الاهل المشاركة في دوري ابطال افريقيا ممكن اقول لك حاجة ودي واقع حصلت قبل كده انا كنت شاهد عليها او اتذكرها يعني وانه يمنى انه يبقى فيه تعارض والاهل يلعب بفرقتين يعني عندنا قيمة فيها 35 وعندنا فريق شباب انه يمنى انه الاهل يلعب السوبرليج بالتزامن حتى لو حصل تعارض ما بين المواعيد ألعب بفريق في دوري ابطال ما انا لعبت قبل كده في دوري ابطال افريقيا ولعبت في البطولة العربية في نفس التوئيم متفل معك جدا لكن السيناريو ده وديك السيناريو تاني اصعب خليك تلعب في الدوري القصص تانية يعني هو الاهل يلعب بمواعيده والاهل هياخد حقه انه يلعب في دوري ابطال نقطة تانية مهمة جدا سيقت بالخطأ اللي واحد بتقول دواحد الاتحاد الافريقي نفسه لانه قيل مبارح انه الاهل هيستبعد من دوري ابطال افريقيا ورقم اثنين ورقم ثلاثة يعني الفريق الثاني والثالث في الدوري يلعبوا دوري ابطال لواء حقيا لا يمكن الفريق الثالث من شارك دوري ابطال افريقيا لواء حقيا لو حمل اللقب انسى سوبرلي حمل اللقب من مصر والنادي الاهل هو صح في المركز الاول وحمل لقب دوري ابطال افريقيا وشارك فريق واحد بس من مصر هو المركز التاني طب لو النادر أهلي كان في المركز الثاني والفريق الأول اتحط والأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا الأهلي يلعب بدوري أبطال أفريقيا لا يمكن مشاركة الفريق الثالث في ترتيب الدوري المصري في دوري أبطال أفريقيا سواء الأهلي لعب أو ما لعبش لا يمكن فلو أحيان لا يمكن أول و تاني أول و تاني ولو الأول في أي سبب منعه الثالث مش يلعب برضه مصر هتشارك بفريق واحد فقصة ما سيق أنه قصة مهمة جدا علشان بس ما سيق Econom Digital 3 بعيد تماما لا عن لوائح الاتحاد المصري ولا عن لوائح الاتحاد الافريقية من حق النادي الاهلي تماما. إلا إذا وقرر النادي الاهل أنا أشارك طول واحدة من الثانية. د幹ي. قرر النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي اختياريا يختار كدة لكن أجباريا نما يجبر النادي الاهلي لأنه ملعبش دور ابطال افريقيا اللي حتى دي لحظة لسا ما نعلم تاني. الشكل القانوني للسوبر ليج ودور ابطال افريقيا بس أنا جاي بعمل إزاي؟ لكن حتى دي اللحظة دور أبطال أفريقيا والمؤهل لكاس العالم الآن دي. طيب. والسوبر ليج عوائد مالية كبيرة جداً للأهل خلاص استقبل الدعوة وسيشارك بصفة مؤكدة في البطولة. فإنت بتخير نادي الأهل ما بين أمرين؟ لا مش من حق حد يخير نادي الأهل بالليل. ووضحت النقطة وضوح تم وقاطع ونافي للجهالة زي ما بيقول. أروح معاك لماتش النهاردة بس أسمع رأيك في لأنه هيحدد شكل المنافسة الموسم ده بشكل كبير. شايف فيوتشر في مواجهة زمالك وسامنة به في ظهور أول إزاي؟ حوافز جديدة عند نادي الزمالك لكن زمالك عنده بشكل كتير جداً على صعيد قط اللبس. نادي الزمالك عنده بشكل كتير جداً على صعيد التنظيم والإداري داخل الفريق. لأنه زمالك عنده بشكل على الصعيد الفني من وقت فريرة لكن في دافعية نفسية دايماً بتيجي مع أي مدير فني جديد يتولى قيادة فريق. بس مواجهة فيوتشر الوسيقى. ما ليس عروح لفيوتشر بقى فرقة فيوتشر بقى حط نادي الأهل الوحدة على جنب فيوتشر وبيراميد بيتمتعوا بسكواد وعمق قائمة عظيم. هذا الموسم خاصة في خط الوسط اللي هو دايما بنبص الخط الوسط عشان نشوف شكل فرقة عمل إزاي؟ فريق فيوتشر عندها 7-8 لعبين على أعلى مستوى منه 4-5 لعبة لعبة دولة قبل كده فبنك سؤال منتخبات الفئات السنية أو المنتخب الأول. فلا فريق فيوتشر فريق وقف على قدمه حتى الآن فريق فيوتشر لم ينال أي هزيمة حتى هذه اللحظة هو الفريق الوحيد مع النادي الأهلي الذي لم ينال أي هزيمة في الدوري المصري حتى يومنا هذا. طبعا مواجهة صعبة جدا جدا على الفرقتين ومهم جدا لفيوتشر أنه ما يتلقاش هزيمة النهاردة عشان يفضل محافظ على استمراريته أنه يحاول يخطى في المركز الثاني اللي بقول لك من دلوقتي الطرف الثاني بقى من الصراع نادي الزمالك لو لم يتملك نفسه سريعا فنيا يبقى عنده مشكلة كبيرة أنه لا هيبقى تاني ولا تالت لأن بيرامدز مع الجامي باشيكو اللي عنده مواجهة صعبة جدا النهاردة مع سيراميكا في قيادة فنية جديدة المؤين الشعباني تمواجهة نارية ما بين بيرامدز اللي ماشي بخطأ جيدة جدا مع جامي باشيكو جيمو باشيكو من أفضل مدربين الموجودين بالمناسبة في الدوري المصري جيمو باشيكو قدر يرجع التوليفة تانية بتاعة بيرامدز وماشيه مشكل جيد. أنا شوفت له ماتش ماتش عبل نهاية الكاس مع الزمالك كبتر مرعب. أنا كبتر مرعب. عمل ماتش علامي لحقيقة. عمل ماتش علامي في الظروف صعبة جدا جدا بيستبعد أهم اللي هيبقى عنده في صناعة الله عبدالله السعيد بعد 15 دقيقة المدافع الأساسي بتاعه علي جابر بيطرد في بداية المباراة وبيقدر يرجع في المباراة وبيقدر يفوز بعشرة لاعبين على نادي الزمالك اللي ما كانش تراجع فنية كان متراجع لكن ما كانش تراجع بهذه الدرجة وقدر أنه يصعد ليه فان الكاس فالمنا نفسها قوية جدا ما بين فيوتشر ولسه بدري السيزن لسه بقى أكتر من نصه فيما يخص الدوري. طبعا ما بين فيوتشر والزمالك وبيوتشر. بس خد بالك أنه لو الموس مطول احتمالية لجوء التحدي كورونا لمصر يسال قيمة الأندل مصرية المشاركة يبقى مرتبط بالنتاج الدور الأول بس واللي هو انت خلاص بتقرب انت بتكلم عن الجولة الستاشر فضل جولة أخيرة ويبقى خلاص الترتيب حسم على أقل فيما يتعلق بالدور الأول. ودي حساسية المباراة فيما يخص فيوتشر فيما يخص فيما دور الأبطال. الأهلي حسم الأمر. الأهلي حسم الأمر خلال المباريات اللي فاتت والسيريس أو الرن اللي عمله مارسيل كولر بالفوز في المباريات المتطلعة الأخيرة توسيع الفارق مع نادي الزمالك توسيع الفارق مع فيوتشر أمن الأمر تماما أهلي إن شاء الله مشارك في دور الأبطال الموسم اللي جاي. فالقصة كلها بنتكلم على الثلاث فرق. الخناقة دلوقتي حصل على المركز التاني. وانت لم يستبعد المقاولين؟ المقاولين عمل شغل. طبعا. طبعا. لكن المقاولين يمكن عشان عندهم مواجهة مع النادي الأهلي فانا شوية عند مواجهة مع النادي أهلي هتبقى مؤجلة. لكن هي دي المواجهة اللي لما تتلعب هي اللي هتحط نتيجة. لمن هي دي آخر مواجهة في الدور الأول. فالمواجهة الأخيرة اللي مقاولين في الدور الأول طبعا مع نادي. هو حتى مع وجود مواجهة مع النادي الأهلي لو الزمالك خاصة النهاردة من فيوتشر يبقى عنده فرصة برضو إن يحفظ على 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 مركز رابع وبالتالي يتأهل المشاركة في كونفدرالية. كنتش روحت لسه القصة بتاع الكنفدرالية بكلامك على البركز التاني بتاع دور الأبطال. فالمنافسة السلاسية ما بين بيراميد الزمالك وفيوتشر يبقى فيوتشر بالله هزيمة برصيد النقاط. بأنه النهاردة لو تعادل حتى مع الزمالك هو طلع الزمالك بره الحسابات تماما فيما يخص دور الأبطال. ويبقى مسكلة الزمالك بقى لو ما كسبش النهاردة تاني بنتكلم حال ما إنه الاتحاد الأفريقي بعت مواعيد ملزمة قبل نهاية الدور المصري. فبالتالي كل اللي هيتاخد به هو ناية الدور الأول لما تبقى عليه مبراطين بس. صحيح. وما أعتقدش إنه يعني كنتم بتكلم هم أعتقد طلعوا من حوالي أربع خمس تيام كلام على إنه هيتم مد البطولة بدل تلاتين يونيو تبقى خمساشر يوليو. أنا ما أعتقدش إنه حتى مع إن شاء الله بإذن الله مع نجاح الأهلي. واتمنى الفرقة المصريية في بطولات أفريقيا إنه هم يروحوا لبعيد يعني أعتقد إنه حتى المعدة برضو ممكن يبسا. لا هي القصة كلها مرتبطة بالاتحاد الأفريقي هيطلب المعاد النهاية إمتى. مش إحنا نقل. إحنا كلا كلا هنخلص في الأغلب هنخلص من خمستاشر لتلاتين وأظن إحنا نقلص على نهاية شهر يوليو. أظن. لتحادر أفريقي بقى المعاد المنزم بتاعه هل هيكون عشر سبعة ولا تلاتين سبعة هو ده المعيار اللي على أساس. هناخد على النتيجة النهائية بتاعة الدوري ولا هناخد على نتيجة الدور الأولي. طيب. أروح معك لكاس العادة. يلا. الناس بتبقى مستنية البطولة دي بقت البطولة الأهم بالنسبة الجميع النادي الأهلي. بتلعب دايماً فيها مع الكبار. بيظهر فيها الأهلي الحقيقة. والجيل ده تحديداً كمان بشكل أكتر من رائع. الجيل ده عنده في رصيده مشاركتين حقق فيهم برونزيتين. منهم واحدة في ظروف صعبة جداً. قابل في خلال المشاركتين دول مدارس مختلفة. يعني قابل الدحيل والهلال من أسيا. والاتنين الحقيقة من الفرقة التقيلة جداً في القرى الأسيوية. قابل من أمريكا جنوباية بالميراس. كان ليه الغلبة في مرة وخسر في مرة. قابل من أمريكا الشمال مونتري وإدرن ونجح. فما بقاش فيه رهبة اللعبة مع الكبار خلاص بالنسبة للعيبة النادي الأهلي. رايحة للنسخة التاملة من المونديات. شايف مشاركة الأهلي إزاي؟ وأبتدي معك بماتش أوكلند. مبارلفة التحية اللي هتتلعب يوم الأربع إن شاء الله. تحدي جديد بيخضوا النادي الأهلي. يمكن لحد من ثلاث شهور نادي أهلي ما كانش هشارك في كأس العالم للأندية. فإنه شاء القدر إنه يكفأك على ما تم الموسم الماضي وإنك تبقى موجود في كأس العالم للأندية. ده تحدي للعيبة اللي موجودة. تحدي لمرسي الكولر. تحدي كبير. مش تحدي بسيط. إن أنت موجود في هذه البطولة. وإنت بتشارك باستمرار للنسخة التالتة على التوالي. النسخة التالت على التوالي في ظل القوة. لأن لما تيجي بص على الأوكلند. ت شارك سبع مرات متى تالية. ليه بطي لضعف المنافسة في قارة وكانوسيا. وبنتكلم على نيوزليند استراليا ومجموعة من الدول الصغيرة بكرويا. فبنتكلم أنه. بس حق أبرونزيا بلكد على فكرة. لا هي القضية بالنسبة لي أنه النادي الأهلي. لا التنفسها في أفريقيا عالية جدا. بتتكلم على فرق كبيرة. طبعا. بتكلم على سانداونز والوداد والترجي والرجاء والترجي. مازينبي في نسخ كتيرة منه. إن ينبا كان في نسخ كتيرة منه. بيترو أتليتكو في بعض النسخ بيناو وش من بعيد. بتتكلم على فرق الجزائر طبعا. وفاق سطيف وشباب الجزائر والمولدية قبل كده. شباب بلوزداد اللي بيقدم نسخة متطورة جدا في المسلمين ثلاثة اللي فاتوا في النسخة الحالية. الزمالك المصري اللي وصل معا. طبعا. وطبعا. نادي الزمالك وصل لفاينل أمام سانداونز وفاينل أمام النادي الأهلي في السنوات السبعة الأخيرة مرتين في وصل الفاينل. فانت بتتكلم على تنفسها كبيرة جدا في قارة أفريقيا. ومع ذلك النادي الأهلي بشارك للمرة الثالثة على التوالي في مونديال الأندية. نروح لأوكلند. أوكلند هو فريق نيوزلندي. الكرة النيوزلندية أو الكرة الاسترالية عموما لأنها مدرسة واحدة. هم تابعين تماما للمدرسة الإنجليزية القديمة. مش المدرسة الإنجليزية الحالية. المدرسة الإنجليزية القديمة. بنتكلم على اللعيبة الويلبلد. اللعيبة الأقوية جدا بدنيا. لاعتماد على الكرات الطولية بشكل كبير جدا. لاعتماد على العنصرين تلاتة في الخط الأمامي. هم اللي بتعمل عليهم الش شغل الأمامي كله يعني هم عندهم عنصرين مميزين جدا هاريسون دا بيلعب في منتخب نيوزلندا وكابتن الفريق ويماليانو طادي لعب مهاجم عنده خبرات كبيرة جدا 34 سنة وهو هدفهم في الدور اللي هم متصدرين والدور النيوزلندي بالتساوي مع ويلنجتون بنفس الرصيف في المركز الثاني فالفرقة نفسها فريق فنيا ما يخوفش لكن فريق بدني قوي جدا مزعج على صعيد الالتحامات البدنية مزعج ولنا مثال في مباراة استراليا وتونس في المونديال المنتخب التونسي فنيا وكعناصر أعلى بكتير من المنتخب الاستراليا المنتخب الاستراليا الحالي مش هو المنتخب بتاع كيب بتاع فيدوكا بتاع الأسامي الكبيرة اللي كانت موجودة حتى كورا النيوزلندي أقل من الكورا الاستراليا لكن هم على الصعيد البدني أقوية جدا 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 فمهم جدا وانا على يقين تام وعندي ثقة كبيرة جدا في مرسل كولر وفي اللاعبين مش لأنه الفريق الثاني يعيب عنده قوة بدنية وحافظ بدني لا احنا نعرف نتعامل مع هذه الامور بشكل جيد لكن يبقى فريق أوكلند فريق فني إن شاء الرحمن يكون في المتناول بالنسبة للنادي الأهلي لكنه فريق قوي بدنيا لازم نخلي بالنا للتحمات ونخلي بالنا ان احنا ما نروحش نلعب بالطريقة لو ملعب أربعة ثلاثة ثلاثة وملعب أربعة ثلاثة ثلاثة لكن بالشكل زي ما قلت الكورا الإنجليزية الكلاسيكية القديمة لكن بالنسبة للنادي الأهلي لأ طوى النادي الأهلي هيشتغل على الأرض زي ما هو بيشتغل مع مرسل كولر إن شاء الرحمن قادر بمنتقى البساطة ان يتجاوز من حيث التوقيت يا دكتور محمد تهالي كمان إنه يعني بعد مونديال القطر 22 وبعد الكورا اللي قدمتها المنتخبات العربية في البطولة وبما إنه الأرض والجمهور لازم يكون لها دور مع أصحابها أعتقد إنه فكرة إقامة البطولة في المغرب وفكرة إنه فيه ثلاثة أندية عربية بتشارك في البطولة مش عايف لأول مرة ولا حصلت قبل كده بس يعني بتهايلي برضو نسخة استثنائية إنه يكون عندك الوداد المغربي الأهلي المصري الهلال السعودي بيشاركه في البطولة فكرة وجود الجمهور العربي شفنا كان ليه تأثير كبير جدا على منتخبات زي السعودية زي تونس زي المغرب طبعا المغرب اللي أبهرت العالم كله فيه مونديال قطر ففكرة إنه ما بقاش فيه كبير وصغير في كورة القدم فكرة إنه أي فريق قادر بتركيز بإصرار برغبة حقيقية إنه يعدي لبعيد وحتى لو كان مع فرقة كبيرة بحجم فلمانجو وريال مادريد هروح من بداية كلامك لما اتكلمت على اللعب البطولة في المغرب والحفاوة وحفاوة الاستقبال خلني أقول لك إنه منذ وصول بعثة النادي الأهلي حفاوة استقبال كبيرة جدا غير مسبوخة ولما تواصلنا مع أخواتنا وزميلنا العالميين وصحفيين المغربة قالوا لي إحنا بنرد جزء بنرد جزء مما قدموا وساردنا فيه الإعلام المصري والدولة المصرية خلال المنديال والفرحة من القلب اللي كانت عند جماهير الكورة المصرية والإعلاميين المصريين والدولة المصرية فيما يخصنا كمنتخب مغربي فإحنا مدينين بمساندة النادي الأهلي كممثل للكورة المصرية وإحنا موجودين مع النادي الأهلي في أي طوال البطولة طوال ما صرته في البطولة وأنا أتمنى التوفيق طبعا بتمنى التوفيق النادي الوداد وأتمنى التوفيق بعد النادي الوداد للنادي الأهلي إنه يشرف الكورة المصرية وإنه جماهير المغرب كلها هنا مش بتكلم على جماهير الوداد ورجاء كما هو صابق يعني بتكلم على كل جماهير المغرب بتساند النادي ودي رسالة هم حملوني إياه إنه هم ممتنين جدا لما قدم وإنه هم مع النادي الأهلي من أول يوم من وقت وصوله الكلام ده كانوا بيقولوا لنا قبل ما النادي الأهلي يوصل ولما تكلمنا مع الناس من البعثة يعني قالوا لنا حفاوة الاستقبال غير مسبوقة وإنه فيه مسندة كبيرة جدا جدا من المغرب سواء على صعيد الرسمي فيما يخص اتحاد الكرة أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو على صعيد حفاوة الاستقبال من الشعب المغربي نتمنى طبعا كرة الأهلي مع مارسيل كولر بصمات الراجل في المشوار لغاية النهاردة من بداية الموسم خليني أقول أنها تقدر تقول أنك وإنت مرتاحة أنها تطم من جماهي النادي الأهلي والحقيقة كورف الأداء في الفترة الأخيرة كمان بوصل لشكل مرضي وجود مركاته أعتقد يعني برضو معظم جماهي النادي الأهلي راضي عنه بشكل كبير كلهم لعيبة تراهن هم يمثلوا إضافة للنادي الأهلي فخليني أسألك على المحك بقى في المستوى الدولي ترايح تلاعب فرق كلهم أبطال كلهم عندهم شخصة البطل كلهم عندهم طبوح شايف إزاي أول منديال لمارسيل كولر مع الأهلي وشايف إيه الوسيلة الأمثل لاستغلال السكواد الحقيقة كلهم تقلقوا سواء اللي بدأوا الموسم معاه وما كانوا الظاهرين في آخر ماتشاط أو اللي ظهروا في مباراة الأهلي الأخير مارسيل كولر مدير فني وجيد التعامل مع اللعبين من يشارك منهم باستمرار من لا يشارك يوجد التعامل النفسي قبل الفني مع كل لاعبي النادي الأهلي وده اللي ظهر جاليا يمكن أن تكلمنا على ده في لقاءات سابقة على التعامل النفسي المارسيل كلهم لاعبين حتى الغير موفقين هو ألهاب في مؤتمر صح في لوحق بعد ما تكلمنا عنها يعني أنه قاعد مع محمد شريف فالراجع على الأهداف اللي كان بيحرزه وقال له أنا عايز النسخة دي أنت تقدر تعمل ده أنت عندك الخضرات دي فتقدر تعمل ده شوفنا محمد شريف بيعود شايا والأزمة محمد شريف كانت طبعا فنية لكن في أساسها هي أزمة نفسية فابتدى الراجل يرجع تاني وحط رجليه في الملعب أصدق تماما في مارسيل كولر تعاملوا الفني البروفايلز اللي بيخلقها للعيبة والحالة التطور الكبير على بعض اللعيبة ودائما تبصوا على المدرب آه النتائج ممكن تكون كويسة لكن شايف كل اللعيبة في حالتها اللعيب اللي مستوى متراجع مستوى متراجع واللعيب اللي مستوى جايد مستوى جايد لأ بنشوف كريم فؤاد وبروفايل جديد بيتعمل قبل الإصابة شفاه الله وعفاه بنتكلم على البروفايل الجديد بتحامد فتحه والأدوار اللي بياخدها جوال بوكس بنتكلم على الحالة اللي عليها أكتر من لاعب داخل النادي الأهلي بنتكلم على الحالة محمد هاني طبعا ياسر رامي ربيعة ورجوع بنشاركة ووجاي من بعيد جدا جدا بنتكلم على الحالة اللي عليها كل لاعبي النادي الأهلي والراجل لازال لازال بيعمل شفنا الحالة والشخصية اللي كانت عند خالد عبدالفتاح في مباراة نادي الزمالك وراجل بيشترك ققال بدفعه وبقاله أكتر من سنة وشهور مع نادي سموحة بيلعف مركز الزهير الأيمن اللي هو مركزه الأساسي فلما نيجي نلاقي كل ده ده تعامل نفسي وفني بعد مباراة البنك الأهلي لما سؤل توعد جمهور النادي بأهلي بأهلي بإيه قال لك أنا لا أنا معرفش أي مدرب بيوعد ولا لأ لكن أنا بشتغل مباراة بمباراة أنا مركز في كل مباراة على حدة وهدفي في كل المباراة هو الفوس وأنا بحب المنطق ده والسلوب ده في التفكير جدا بس خلينا أقرأ معك مشوار الأهلي للمباراة النهائية يعني إذا كان هدفنا إن شاء الله نحن نتأهل مباراة نهائية وهو طريق ومشوار صعب جدا 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 ومحتاج كفاح بكل ما تحمله الكلمة من معاني شايف إزاي فرص الأهلي قدام أوكلند سيتي فرص الأهلي قدام سياتل ساوندرز فرص الأهلي إن شاء الله إذا ما وصلنا للمباراة الدور قبل النهاية في مواجهة ريال مدريد مباراة أوكلند إن شاء الله رحمن هي فنيا في المتناول زي ما قلت ناخد حضرنا جدا جدا من العمل البدني أنا بتكلم على أرقام يعني خلينا نتكلم هنا بلغة أرقام قل مين كفته أتقل أهلي أهلي versus أوكلند الأهلي الأهلي versus أو في مواجهة سياتل ساوندرز 50-50 ومنا صعبة جدا فرقة سياتل ساوندرز فرقة كبيرة فرقة القيمة التسويقية للفريق بتتجاوز 50 مليون دولار فريق قوي جدا حتى في الأمس أل الدوري الأمريكي للمحترفين عنده عناصر مميزة جدا خاصة في الخط الأمامي منهم لعيبة أمريكية أو لعيبة عندهم اتنين لعيبة أرجنتينيين في الخط الأمامي ففرقة سياتل ساوندرز فرقة قوية مش سهلة خالص المباراة 50-50 ما بيننا وما بين النادي الأهلي وإن شاء الرحمن بشيء من التركيز وتاني أنا أثق تماما في التحضير في التحضير بتاع مارس الكولر للمباراة وتاني وبيفصل لعيبة تماما عندنا مباراة أوكلند إحنا دلوقتي بنتكلم على خط السير هو بالنسباله هو مش شايف أي حاجة في البطولة غير مباراة أوكلند أتجاوز مباراة أوكلند نبقى نفكر في اللي جاء ونحضر لعيبة نفسها لا بس أنا هنا مش ببص على أنا بكلم على تقل يعني تقل الفرقة لأننا خمسي خمسي لك خمسي لك كمان أوكلند نسخة أوكلند دي وسياتل ساوندرز بالنسبالها نسخ شبه مجهولة طبع ريال مدريد إحنا عارفين وحبزين وعارفين طبعا أنه المنطقي وكفته أتقل ونجومه أعظم كل حاجة بس في الكرة في 90 دقيقة كل شيء وارد وكل شيء جايز لو السيناديو والظروف خدمتنا خلينا نختم حلقة النهاردة مع دكتور محمد جمال ومعاكم بجلسة التصوير الرسمية للفيفا لنجوم وفالي النادي الأهلي اللي تعودوا خلاص طبعا على المشاركة في البطولة تعارفين حضراتكم ما قبل المباراة بيبقى فيه طبعا التشكيل وفيه اللاعبين الاحتساطيين اللي بيظهروا دي كانت تشكيلة النادي الأهلي بالزي طبعا اللي هيظهر به فيه النسخة التامة أو مشاركة تامنة للنادي الأهلي فيه بطولة كسر عالم كل التوفيين إن شاء الله لنجومنا فيه البطولة وخلاص يوم بعد يوم نتكلم على 72 ساعة بتفصلنا عن بداية البطولة إن شاء الله بإذن الله موفقين وهنكون معاكم وزي ما وعدناكم الأيام اللي جاية لحظة بلحظة مع بعستنا ومع انجومنا ومع فرقتنا فيه المغرب قبل ما اقترب الحلقة لازم أشكر دكتور محمد جمال ونتمنى إن الحلقة دي اللي تقال فيها هيكون للتاريخ ونرجع نقول لا والله كان فيه إرادة حقيقية وكان فيه خطوات على أرض الواقع بتقول إن الناس بجد عايزة تغير للأفضل إحنا طموحنا في النهاية إن الدنيا تكون أفضل على كل المستويات بشكرك دكتور محمد وارت الدنيا بشكرك بشكرك مع المتابعة بكرا إن شاء الله حلقة جديدة السادسة تحياتي لكل لتابعونا